اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وسعادة السيدة فائق بن سعيد الصالح وزير الصحة وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الامن الوطني ولدى وصول صاحب المعالي كان في استقبال معاليه سمو الفريق اول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الاركان واللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله قائد مستشفى الملك حمد الجامعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم أصحاب المعالي والسعادة غيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رعاية معاليكم أيدكم الله له مصدر احتزاز لدينا ووسام يزيدنا شرفا وإخلاصا وأنتم اليوم تشهدون افتتاح مركز البحرين للأورام هذا الصرح الطبي المتقدم والذي يعد نقلة نوعية تضاف إلى الصروح الطبية في مملكة البحرين مركز البحرين للأورام هذا المركز العصري المتخصص والمتميز والذي يحتوي على مئة وعشرين سرير للبالغين وبزيادة أربعين سرير للأطفال في المرحلة التالية والمزعم الانتهاء من النهاية في نهاية 2019 ويحوي المركز على أحدث المعدات الطبية والمتخصصة ومنها جهاز البيت ام ار وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي باستطاعته تشخيص البؤر السرطانية متناهية الصغر في مراحلها الأولى كما تم تحديث جهاز لينير أكسليريتر والذي يعالج جميع حالات الأورام دون الحاجة للإبتعات الخارج وجهاز لينك امار ويعدل الأول من نوعه في المنطقة والخامس في العالم والذي يتميز بالدقة في تدمير الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة الطبيعية للمريض وكذلك على الجراحة الروبوتية والتي تعزز الدقة والمورونة والتحكم من خلال عرض مكبر وثلاثي الأبعاد لموقع الجراحة كما تم تجهيز المركز بصيدلية آلية تعمل على تحضير الأدوية بدقة عالية لتفادي الأخطاء البشرية وسرعة الإنجاز ولقد بلغت تكلفة الأجهزة عشرة ملايين دينار بحريني وتم تخصيص عشر غرف لزراعة النخاع والحمد لله تمت أول عملية لزراعة النخاع بنجاح في أكتوبر 2018 كما يحتوي على أربعة عشر غرفة للعناية المركزة وغرفتين للعمليات ومركز أبحاث السرطان وقد تم اجتذاب الخبرات العالمية بالتعاون مع جامعة إرقوس بجمهورية تركيا بهدف تدريب طاقم طبي بحريني على مدى خمس سنوات ونعمل مستقبلا على الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير أربعين في المائة من حاجة المستشفى للطاقة الكهربائية بقدرة ثلاث ميجا وات سيدي معالي القائد العام تم إنجاز ذلك في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وبرعاية كريمة من لدن السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المواقر وعناية كريمة من لدن السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلاء لقوى الدفاع البحرين وختاما أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمعاليكم بمنسبة ذكرى تأسيس قوى الدفاع البحرين اتزامن مع احتفالنا اليوم بافتتاح مركز البحرين للأورام واسمحوا لي سيدي أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب المعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة والشكر موصول لمديرة الأشغال العسكرية وشركة الكوهيجي للمقاولات وموازنة العمران للإشتجارات الهندسية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح كعيد صباح كعيد هذا الذي استبشر فرحا بمليكه صباح سعيد أتى مزينا فصاغ الذهب من ترحيبه أهلا وسهلا ملأ قلوبنا أهلا كما الزهر في ربيعه ترحيبنا يسمو لك سيدي كالطير يختال في سمائه قد زدتنا شرفا أنعم به كالغيث كريم في سيله حظينا بسرح حظينا بسرح لبحريننا فشكرا لمن حث لقيامه وقائدنا الفذ قد صانه يبني العقول قبل جدرانه مبارك هذا المكان كما قصر ربى فرحا بضيفه أو كالمكان المقدس إذ ينبغي للمشفى خير تكريمه فبه مصاب وذو علة فبه مصاب وذو علة أقبل يرجو خير طبيبه وكم مريض يشكو لنا ضيقا أهمه رغم رغيده نحن لهم نحن لهم ما زاد السقم كالدرع يأبى لمصيبه أو كالتي تظلل طفلها أو كالذي أحسن لقريبه فأما الشفاء ففضل الإله ولا نأل سعيا لأسبابه فإن كان علما قصيا نأى حملناه طوعا نأتي به فالعلم نور وما امتنع فالعلم نور وما امتنع العلم عن عزم طلابه ولا شق بعد ولا غربة فمن جد نال الخير كله هذه بلادنا هذه بلادنا نسعى لها ومن مثلنا زهوا ببلاده بلد ذاع خيرا تاريخه تبجل ذكرا منذ قديمه نربو فتربو البلاد بنا نبذل فلا نبخل بعطائه نعاهدكم أن نحمي الثرى نعاهدكم أن نحمي الثرى فنحن أطباء له كجنده ويا رب احفظ لنا مليكنا فيا رب احفظ لنا مليكنا ودم بخير طول بقائه وارزقه عنا خير الجزاء وارزقه عنا خير الجزاء فالجود يفيض من بابه الشكر لك سيدي للمدى على اتساع البحر وبامتداده شكرا هذا وقد قدمت هدية تذكارية مع التقرير السنوي لمستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين للأورام لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ثم تفضل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمركز البحرين للأورام إذانا بافتتاح المركز بعد ذلك قام معاليه بجولة داخل مركز البحرين للأورام تفقد خلالها مختلف الوحدات العلاجية المتطورة والتجهيزات الطبية الحديثة التي يضمها المركز المزود بأحدث الأجهزة المتقدمة التشخيصية والعلاجية على مستوى العالم حيث اطلع معاليه على الصيدلية التي تحتوي على أحدث المعدات والأجهزة المتطورة والمتخصصة في تجهيز الأدوية المختصة في علاج الأورام بعدها اطلع على وحدة العلاج الإشعاعي بالمركز ثم تفقد معاليه وحدة الحالات اليومية والعيادات الخارجية كما شاهد إحدى غرف العمليات واطلع على وحدة زراعة النخاع وجناح كبار الشخصيات وبهذه المناسبة قال صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ونحن نحتفي بافتتاح هذا الصرح الطبي الذي يتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين التي أوكل إليها القيام بأقدس المهام وأعظم الواجبات نستذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدل قائد الأعلى أيده الله في مراحل الإنشاء والتأسيس والبناء الأولى وبدعم جلالته عيشنا مع الرعيل الأول هذه المراحل بإنجازاتها وصعوباتها بمسؤولية وطنية وكانت البدايات متواضعة إلا أن طموحات جلالته كانت كبيرة فكنا نسابق الزمن بقوة وعزيمة لتطوير هذه القوة لتصبح اليوم ولله الحمد قوة دفاعية عصرية حديثة تمتلك من السلاح والعتاد والرجال ما يضاهي أحدث الجيوش في الدول المتقدمة وبفضل من الله ومن ثم دعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدل قائد الأعلى حفظه الله ورعاه تمضي مسيرة النهضة المباركة بقوة دفاع البحرين في طريق القوة والمنعة المنشودتين من أجل توفير سبل الأمن والاستقرار لوطننا الغالي والمساهمة بكل عزيمة في الدفاع عن الأشقاء وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والسلم الدوليين وبهذه المناسبة الوطنية نستذكر بكل فخر شهداءنا البررة الذين ستظل تضحياتهم خالدة في تاريخ مملكة البحرين وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الرعاية الدائمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لتطوير المنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين جعلت تلك المنظومات تحقق أعلى المستويات العلاجية والطبية مشيرا معاليه إلى أن منظومات المستشفيات العسكرية بقوة دفاع البحرين والتي تتكون من المستشفى العسكري الذي يعمل وفق التقنيات الطبية المتقدمة بسواعد وطنية وإدارية طبية وفنية في مختلف المجالات والخدمات العلاجية وكذلك مركز محمد بن خليفة تخصصي للقلب الذي يعتبر من أحدث المراكز الطبية المتقدمة في علاج وجراحة القلب والذي يقدم جميع المواطنين والذي هو بصدد افتتاح مبناه الجديد وبشكل أوسع قريبا في منطقة العوالي وكذلك مستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعد من الصروح الطبية الأكاديمية المتميزة على مستوى المنطقة والذي توجد فيه أقسام طبية تخصصية عالمية وكذلك الكتيبة الطبية الميدانية ذات المقدرة والكفاءة الميدانية العالية وأضاف معاليه بأنه اليوم ينضم إلى تلك المنظومات الطبية الحديثة مركز البحرين للأورام وهو الأحدث في المنطقة والذي يعد من أبرز المشاريع الطبية التنموية الرائدة على مستوى المنطقة حيث يقدم ويوفر خدمة علاجية وصحية متكاملة داخل مملكة البحرين لمعالجة الأورام ونحن نعيش في هذا اليوم المبارك الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسي لتأسيس قوة دفاع البحرين نعتز بجميع رجال هذه القوة ونفخر بالمستوى العلمي المتقدم الذي وصل إليه العاملون بالمنظومات الطبية بقوة دفاع البحرين وأضاف معاليه أن تلك الإنجازات الطبية التي تحققها قوة دفاع البحرين تأتي في إطار مساهمة قوة الدفاع في تحقيق التنمية الصحية المستدامة في مملكة البحرين وأن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى رعاه الله حيث أصبحت الخدمات الطبية في مملكة البحرين بفضل من الله ثم بتوجيهات جلالته حفظه الله ورعاه يشار لها بالبناء من كبرى الصروح والمراكز العلمية المتخصصة الإقليمية والدولية على السواء وهي بذلك مصدر فخر واعتزاز لكل بحرينية تقريباً كل حالات السرطان اللي في البحرين بتتحول هنا أول شيء تتحول حالات الناس اللي هم الأدات اللي هم الكبار يعني اللي من فوق اللي عدين بتتحول الأطفال في آخر السنة فهو فيها تقريباً فيه 120 شرير للكبار وأربعين بيكون يسوونها حين للأطفال فبتكون كل العلاجات السرطان هنا طبعاً المستشفى مجهز بكل أنواع الأجهزة المطلوبة حق العلاج السرطان أول شيء من ناحية الإشعاعية في التشخيص والإشعاعية في العلاج كلها موجودة على أحدث وأرقى مستوى أطبائنا أيضاً يتعاونون مع المركز من خلال مجلس خاص لإدارة أعمال هذا المركز ما بين وزارة الصحة وأيضاً المستشفى بالإضافة إلى أن هناك الفحص المبكر تقوم بالمراكز الصحية للمساهمة في تخفيف الأعداد من خلال الفحص المبكر لأمراض السرطان اليوم مركز الأورام كأننا حلم كنا نحلم فيه جميعاً وكانت فيناك استراتيجي لوزارة الصحة كذلك مسبقاً على المستوى الوطني بأن تكون فيناك تعزيز الخدمات عمتنا تقدم لمرضى الأورام اليوم لما نشوف مركز في بعض الأجهزة قد يكون غير موجودة حتى على مستوى المحلي أو حتى الوطني أو حتى بالنسبة للعالم بعض الأجهزة موجودة بمستوى الخامس في العالم في العلاج نفرح جداً بموجود مثل هذه التقنيات التدريب، الاستعداد، التنسيق من بين نكاوزات الصحة ومن بين كذلك مركز الأورام في مستشفى ملك حمد ترجمة نانسي قنقر